من يمنح النور لشعبه وأمته عار أن يرمى بنار الجوع والإشحاف والحرمان من حقوقه تحت هيدا الشعار اعتصم العمال المياومون أمام المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان طي طالبه بأبسط حقوقهم يلي لحد هلأ وزارة الطاقة ما عم تعترف فيهم من أصل 1850 موظف بهالمؤسسة قرر مجلس الوزراء أنه ياخد بس 400 موظف منهم رقم كتير بسيط أمام معاناة سنين والأكيد أنه هال400 موظف مش متاخدين على أساس الكفاءة ولكن على أساس الواسطة والمحسوبيات والانتماءات حزبية والطائفية الاستخفاف من إبار الوزير بحق هالموظفين يلي قلن 17 سنة عم يخدموا هالمؤسسة وصلن أنه يأضربوا ويقولوا كفا كفا إشحاف بحقنا بدنا أبسط حقوقنا وهي أنه تعترف فينا هالمؤسسة استيعابنا بكهرباء لبنان هو ضرورة لكهرباء لبنان وهو إنصاف لنا إعطاءنا أبسط حقوقنا ما عم نطالب بشي لا عم نقول لهم بناء مريخ نطلع على المريخ ولا عم نقول لهم بناء استثمارات بحرية عم نقول لهم القاتل بننا نكون محترمين بعوائلنا قادرين نأمن الضمان الصحي لأولادنا حقنا بالمنح المدرسية حقنا بالنقل بدي أقول لنواب الأمي أنه بالمرة الجاية نعرف كيف نحنا منتعامل معهم ما بدي توجه للحكومة لأنه عنا نواب عنا نحنا مننتخبهم قبل ما يصيروا المرة الجاية منستنوبين وبأكد لهم أنه حقنا بدنا ناخدوا غصب من عرق بيتهم كلهم سوا إذا كانت القاعدة بتقول أنه وراء كل حق واجب ومطالب ومن أول حقوق الضمان الاجتماعي فشو فينا نقول عن الاستهتار وقلة اهتمام الوزراء المعنيين بمعاناة المواطن وحرقة قلب بي على ابنه مدير العام مش معتري بموتة ابنه والإدارة أثناء دوما العمل عبوها مشتغل على العمود ميت صروا سبع سنين عمبروك اللي عطا عويدو ما حدا بيتطلع فيي كل واحد بيوعد شيء وزير الطاوات اللي توفع ابنه كان مسؤولي العام مسؤولي إلي أني المباشر دكتور أيوب حمايد قلنا ماشي الحال إجا الحجم حمري فنيش قلنا هذا إنسان مؤمن وإدمي ما قدرتش قابله حدث لي خمسة حرس قدام بيب وما قدرت قابله ولما توجهنا لوزارة الطاقة لمواجهة الوزير جبران بسيل وناخد منه رد على مطالب الموظفين كان الجواب من قبل المكتب برفض الإيجابة والاستخفاف التام والعلني بها الموظفين على أساس أنه الموظفين مياومين ولا داعي لتكبد الوزير عناء الرد شخصيا عليهم ورجعنا من دون إيجابة وبقيوا الموظفين منقعين تحت الشمس بانتظار رد ما وصلهم وبيبقى أنه صحيح الأضراب كان ليوم واحد ولكنه كان تحذيري للوزارة ورسالي لوزير الطاقة بالكف عن الاستهتار بالموظفين يلي عم يتعاملوا متل كأنهم شي قطيع غنم مقطوع ومن دون راعي لحقوقهم وعم يتاجر فيهم ويلقمت عيشهم